معدل التغير rate of change انظر إلى المسبح إنه فارغ إنهم يقومون بتنظيف المسبح يا خالد لذلك قاموا بتفريغه بشكل كامل لا بد وأنه سيحتاج الكثير من الوقت لتعبئته بالماء بالفعل فقد أخبرني العامل المسؤول أنه سيمتلئ بعد أربع ساعات أوه وقت طويل نعم فخلال ساعة واحدة تتم تعبئة 15 مترا مكعبا من الماء وفي ساعتين 30 مترا مكعبا وفي ثلاث ساعات 45 مترا مكعبا وفي أربع ساعات 60 مترا مكعبا أي أن هناك علاقة بين عدد الساعات وكمية الماء نعم وعدد الساعات يمثل مجال العلاقة وكمية الماء تمثل المدى ولكن ما نوع العلاقة؟ بما أن كل عنصر في المجال يرتبط بعنصر واحد فقط في المدى إذن فالعلاقة دالة صحيح وبما أن الزمن هو الذي يحدد كمية الماء في المسبح فإن الزمن سين متغير مستقل وكمية الماء صاد متغير تابع تعتمد قيمته على قيمة المتغير المستقل ويمكن حساب معدل التغير في كمية الماء بالنسبة إلى الزمن ومعدل التغير هو نسبة تصف معدل التغير في كمية بالنسبة لتغير كمية أخرى ويمكننا التعبير عنه بالرموز فإذا كانت سين هي المتغير المستقل وهو الزمن وصاد هو المتغير التابع وهو كمية الماء فإن معدل التغير يساوي التغير في صاد مقسوما على التغير في سين إذن معدل التغير في كمية الماء خلال الساعة الأولى يساوي 30-15 تقسيم 2-1 ويساوي 15 مترا مكعبا ومعدل التغير في كمية الماء خلال الساعة الثانية يساوي 45-30 تقسيم 3-2 ويساوي 15 وكذلك معدل التغير لكمية الماء خلال الساعة الثالثة يساوي 60-45 تقسيم 4-3 ويساوي 15 جميع قيم معدل التغير متساوية صحيح وهذا يعني أن معدل التغير ثابت وبما أن معدل التغير ثابت فالدالة خطية هذا حقا مثير فالرياضيات حولنا في كل مكان نعم والآن لنعود إلى البيت لحين الانتهاء من تنظيف المسبح وتعبئته أوه الجو أصبح حارا جدا مقارنة بالصباح معك حق فتبعا للنشرة الجوية هناك ارتفاع ملحوظ في دراجة الحرارة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ظهرا أي أن معدل التغير لدرجة الحرارة بين الساعتين التاسعة والعاشرة يساوي خمسة وثلاثين ناقص ثلاثين تقسيم عشر ناقص تسعة ويساوي خمسة ومعدل التغير لدرجة الحرارة بين العاشرة والحادية عشر يساوي خمسة وأربعين ناقص خمسة وثلاثين تقسيم أحد عشر ناقص عشر ويساوي عشر ومعدل التغير لدرجة الحرارة بين الحادية عشر والثانية عشر يساوي خمسين ناقص خمسة وأربعين تقسيم اثني عشر ناقص أحد عشر ويساوي خمسة لكن في هذه الدالة معدل التغير غير ثابت هذا صحيح وبما أن معدل التغير غير ثابت فالدالة غير خطية هذا يعني أنه إذا كان معدل التغير للدالة ثابتا فهي دالة خطية وإذا كان معدل التغير للدالة غير ثابت فهي دالة غير خطية شكرا على المعلومات القيمة يا سالم على الرحب يا خالد والآن لنلخص ما تعلمناه اليوم معدل التغير هو نسبة تصف معدل التغير في كمية بالنسبة لتغير كمية أخرى إذا كانت سين هي المتغير المستقل وصاد المتغير التابع فإن معدل التغير يساوي التغير في صاد على التغير في سين إذا كان معدل التغير ثابتا فالدالة خطية إذا كان معدل التغير غير ثابت فالدالة غير خطية